بعد مضي عام قضاه حاكم ولاية شاريبا جيرمي جيانك سواري قدم حصيلة عمله خلال الفترة التي قضاها حيث قام بتنفيذ العديد من الانشطة والخدمات في تسجير ادارة الولاية اعدد منها الجوانب الامنية والصحية والتعليمية الامين العام بوزارة ادارة الاراضي والتجمعات اللامركزية اشهد بجهود الحاكم السابق على ما حققه خلال الفترة الوجيزة مؤكدا لدى مخاطبته بان الحاكم الجديد شغل العديد من المناصب وقال ان هذه المهمة تتطلب الدعم والمساند من جميع الاطراف لمواجهة التحديات التي تواجه الولاية حاكم ولاية شاريبا جيرمي احمد عبدالله فضل عقب مراسم التنصيب اثنى على جهود رئيس المجلس العسكري لانتقال رئيس الجمهورية الفريق محمد ادريس دبيت نون لتكلفه هذا المهام موشيدا بجهود اعمال الحاكم السابق بالاضافة الى تطبيق توصياته المتعلقة بالجوانب الامنية كما انه سيسهر من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وفي هزاة السياق وقع الطرفان على محضر تسليم مهام العمل رسميا لحاكم ولاية شاريبا جيرمي الذي يعين مؤخرا اشتركوا في القناة